أي أن ما كان الأمر إحنا كلنا في مركب واحد وأنا اكتشفت حاجة لما عدت أفكر في فكرة الانتقاد الزائد للحكومة أو بعدين يعني طب ما الحكومة دي ممكن تمشي؟ الدولار هيرخص؟ أنا اكتشفت يا جماعة أن العملية طيل لنا كلنا لو الحكومة دي أعدنا ننتقد فيها سبع سنين لو الحكومة دي ستة لو الحكومة دي مشي توجي حكومة تاني طب وبعدين ما هي مركب واحدة وشي لنا كلنا هل الانتقاد هيرجح حاجة؟ آه بيخلق نعم الضغط على أنه لازم تلاقوا حل بس هو الأهم بقى أنه لازم تلاقوا حل يعني لو جم قالوا للإعلام إيه؟ بصوا معلش إحنا في حال التفكير اتركونا لمدة 30 يوم بلا نقد ولكن وعد بعد 30 يوم إحنا هنجد الحل ويصبح مرضيا للجميع ده إحنا نسكت تماما تماما لكن مفيش time limit مفيش معطيات مقنعة هنا بقى تيجي أمانة الشخص اللي بيطلع في البرامج الحوارية يقول للناس حاجتي يقيمة يبقى لطيف مع الحكومة يقيمة يقول حقيقة إحنا قررنا نقول حقيقة الحقيقة أن هناك ضرر مادي على كل أسرة مصرية نتيجة اللي حصل ده إلى أن يحدث أي تغيير يعني ربنا يوفق الحكومة الحالية أو لو في حكومة جاية تانية حدش عارف ومحدش يصدق أي حاجة مفيش أي استنتاجات لها أي معطيات على الأرض لكن حضرتك صدق لما تلاقي الاقتصاد بتاعك تحسن والمؤشرات اللي احنا قلنا لك عليها تجدها بقت إيجابية ساعتها تقول نجحت هذه الحكومة أو الحكومة القادمة أو أي مسؤول أنه يحل لك المشكلة الاقتصادية وعليك أنك تقعد على ميزانية بيتك قعد شوف ميزانية بيتك قعد شوف أولوياتك قعد شوف حصرف هنا إيه وهنا إيه محدش بينفع حد أديك جربت السنة اللي فاتت هي كان بكام وبقى بكام اعمل احتياطي أسرتك أنت كبير الموضوع كله هنعقد لك مؤتمر ونجيب ناس خبراء والكلام ده كله في النهاية محدش بيجي عندك وانت بتدفع مصاليف المدرسة فأرجوك وأرجوكي يا كل أم ويا كل أم ميزانية الأسرة مهمة جدا اللي ومين دول محدش بينفع حد فأتمنى أن احنا نشوف يعني تطور إيجابي في الأزمة الاقتصادية اللي مصر بتمر بيها هذه الأيام محدش بينفع حدوكي